أَنَارَ اللَّهُ آفَاقَ الْبَرَاياَ بِنُورِ الْحَقِّ أَعْلَامِ الْهِدَاياَ بهم نرجو من الرحمن فاضلا بهم نرقى إلى العلياء خولقا نسير بسيرهم حتى النهاية نسير بسيرهم حتى النهاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد محمد بن سيرين كنا بدأنا حديثا في المجلس الماضي في سلسلة قدوات عن التابعي الجليل سيدنا محمد بن سيرين وها نحن اليوم نتابع ترجمته والحديث عنه قال أهل التاريخ كان محمد بن سيرين من أورعي أهل البصرة وكان فاضلا حافظا يعبر الرؤيا رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة عشر ومئة بعد سيدنا الحسن البصري بمئة يوم وقبره بإزاء قبر الحسن بالبصرة مشهور يزار قال ابن عون قال رجل لابن سيرين قد اغتبتك فاجعلني في حل قال أكره أن أحل ما حرم الله تعالى الغيب حرام الرجل اغتاب محمد بن سيرين قال له اجعلني في حل من هذا الأمر قال له كيف أنا بدي أحلل شيئا حرمه الله تعالى قال أنا أكره أن أحل ما حرم الله تعالى وكأنه ضيق عليه يعني ما سامحه وكان يقول إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه يعني الإنسان يا أخوان لا تستطيع قوة في الدنيا أن تضبطه وحده الخوف من الله عز وجل وحده مراقبة الله عز وجل وحده حب الله عز وجل هو الذي يضبطه الشرط الداخلي هو الذي يضبطه صلته بربه هي التي تضبطه وإلا فإن المراقب الخارجي يغفل ويلهو ويسهو وينام تعلمون بأن شرطة المرور وضعت في الشوارع كاميرات لأجل أن تصور السيارة التي تتجاوز السرعة فتتم مخالفتها لأجل أن ينضبط الناس بالسرعة ولا يتجاوزوا في بلاد أخرى السائقون صنعوا جهازا يوضع في السيارة ينبه السائق بأن هناك كاميرا مثلا بعد خمسمائة متر يقوم هو السائق بيكون مسرع بس صار يحطها الجهاز الجهاز ينبهه أنه في كاميرا بعد خمسمائة متر بعد أربعمائة متر يوم قبل هالأربعمائة متر يبطئ لكي لا تضبط الكاميرا أم شرطة المرور كشفت بأن السائقين صنعوا جهازا لهذا الأمر يكشفوا كاميراتهم فصنعت شرطة المرور جهازا يشوش على الجهاز الذي يكشف الكاميرات فعلم السائقون بأن هناك كاميرات تشوشوا أو أجهزة تشوشوا على أجهزتهم فصنعوا جهازا يشوش على الجهاز الذي يشوش على جهازهم الذي يكشف الكاميرا يعني الإنسان يا أخوان صعب أن تضبطه من الخارج بس أن تضبطه من الداخل الإيمان يزرع الواعز والوازع في داخلك يخوفك من الله عز وجل والحق كلما قوي هذا الواعز وهذا الوازع الإنسان يزداد قربا من الله عز وجل فكان أبن سيرين يقول إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه والله يا أخوان أنا مرارا يعني ما جاءني إخوة أو اتصل بي إخوة إما داخل النهار أو في وقت حتى متأخر من الليل يقلقهم ذنب من ذنوبهم أو خطأ من أخطائهم لا يستطيعون أن يناموا ربما واحدهم يقول يا أستاذ أنا ما استطعت أن أنهم الواعظ الذي في داخله يأمره وينهاه كيف هذا الواعظ الذي في الداخل يقوى واحد من الصحابي أخطأ مرة قال فرجع من خطائه مباشرة وربط نفسه في سارية المسجد وقال بالله لا أفك نفسي حتى ينزل الله تعالى توبتي أو حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفقني الله أكبر ربط نفسه إنسان يربط نفسه تعلمون يا أخوان بأن التجار المسلمين بأن أصحاب الأموال المسلمين يبادرون هم يبادرون إلى دفع الزكاة ألا أنتم الحمد لله كلكم أنتم تبادرون من أنفسكم إلى دفع الزكاة ما أحد من الناس يعرف كم تملكون حتى لعل الواحد بيننا زوجته لا تعلم أولاده لا يعلم لكنك تشاهده يبادر إلى دفع الزكاة من الذي يدفعك إلى دفع الزكاة؟ هذا الواعظ الذي في قلبك بالمقابل تجد كثيرا من الناس يتهربون من دفع الضريبة يعني لماذا يبادر إلى دفع الزكاة ويتهرب من دفع الضريبة ويتمنى أن الضريبة لا تفرض عليه ويتمنى أن تخفض إلى أقل مقدار ممكن بينما الزكاة يدفعها ويدفع فوقها كمان صدقات لوجه الله تعالى وهو مسرور ويدعو ربه أن يتقبل منه هذا الواعظ الذي في القلب يأمره وينهاه هو الذي يدفعه إلى هذا الأمر إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه كيف يقوى هذا الواعظ وكيف يخفض إنه ما من إنسان إلا وفي قلبه لمة للملك ولمة للشيطان في حديث من الملك في داخلك وفي حديث من الشيطان كيف تقوي لمة الملك كيف تقوي حديث الملك كيف تقوي واعظ الإيمان كيف تقوي الخوف من الله في قلبك الحب لله تعالى في قلبك الإكثار من ذكر الله تعالى وصحبة الصالحين ومجالس العلم هذه تقوي حديث الملك ولمة الملك وواعظ الخير وتضعف حديث الشيطان ووسوسته الآن هناك ناس يا أخي الشيطان استحوذ عليهم الشيطان ليش يستحوذ عليهم الشيطان ما في صلب الله ما في ذكر لله ما في مجالس علم ما في صحبة صالحة ما في مجالس ذكر لذلك شتلة الإيمان في القلب تضعف 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 وربما يبسات وربما ماتت إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه قال وكان إذا سئل محمد بن سيرين عن شيء من الفقه والحلال والحرام تغير لونه حتى كأنه ليس بالذي كان هو موصف بكثرة الورع قال إذا سئل عن الحلال والحرام والفقه يتغير لونه يخاف لأنه لعل يجيب إجابة ليست متخنة لعل يجيب إجابة فيها شيء من الخطأ قال يتغير لونه حتى كأنه ليس بالذي كان وسئل مرة عن من يسمع القرآن فيسعق قال في أناس مرات إذا كان بمجلس ذكر لا يسرخيك ويقع في الأرض قال سئل عن من يسمع القرآن فيسعق قال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون قال والله هذا اللي عم يسعق حناغدون طالعوا على طرف سور وهناك بدنا نقرأ قرآن ننشوف حيسعق إذا صعيق معناته مصبوط مثل ما عم بيقول بس إذا ما صعيق لأنه بخاف فلا إذا على طرف سور وبدو يتحرك له هيك حركة خاطئة بيسلوت كأنه يعني عاب على من يفعلون هذا وكأنه استنكر عليهم وكأنه أشار هذا شيء ليس صحيحا السيدة عائشة تقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعقون إذا قرئ القرآن ولكن تدمع عيونهم وتقشعر أبدانهم بذلك أنتم تشاهدون في بعض مجالس الذكر ربما عفوا يعني كذب كاذبون فصرخ أو وقع في الأرض أو تحرك حركات شديدات كأنه يوهم من حوله بأنه مسلوب عن نفسه وكثير منهم لا يصدق في هذا الأمر وإنما هو متكلف لهذه الحركات وحتى هذا السقوط وحتى هذا الصراخ هلأ لا ريب هناك أناس ربما يعني صرخ من دون إرادة منهم وربما وقع أرضا من دون إرادة منهم لكنهم قلة وكبار الصالحين إذا كانوا في الذكر سكنوا وإذا كانوا في قراءة القرآن الكريم خشعوا وقل وربما كان من أندر النادر وربما عدم من يصرخ منهم إذا قرأ قرآنا أو إذا سمع ذكرا وربما أناس في الدعاء أحيانا إذا كان هناك دعاء جماعي صرخ في الدعاء ليش تصرخ النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم فشاهدهم إذا دعوا يعني نادوا بصوت عال فقال إن الذي تدعون قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما في داعي تصرخ إذا كنت تدعو وإنما يعني ناجي ربك وخاطبه يعني مخاطبة العبد مع سيده بأداب وليس بصراخ قال سئل عمن يسمع القرآن فيسعق فقال معاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم يعني القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقول وقال مورق ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين وقيل كان لا يطعم عند كل أحد من ورعه ما كان يرضى عزيمة أي واحد يخاف أنه ليقوم بطعامه في شيء هاد ليقوم في ماله في مخلوط بشيء من الحرام ما بدي أكل عن أحد قال وربما إذا دعي أجاب ولم يطعم من ورعه هلا هو واحد إذا دعاك إلى غداء أو إذا فطور أو إلى عشاء أنت لست مكلفا أنه أخي هذا ماله حلال لما حرام لست مكلفا بالبحث عن أحوال الناس لكن هو كان عنده ورعه قال يدعى إلى طعام ما دائما يجيب إلى الناس وإذا أجاب لم يطعم يعني بيحضر بس ما يأكل يعني يباسط صاحب الدار من دون أن يأكل قالت امرأة هشام ابن حسان كنا مع ابن سيرين في داره وكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهر يعني إذا كان مع الناس يخفي حالته مع الله فهو يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويضحك لكن إذا كان بالليل خلا بنفسه خلا بربه هناك قال يجأروا إلى الله تعالى بالبكاء وبالدعاء لكن يبدو هذه المرأة كانت من أقاربه قالت كنا نسمع بكاءه وقال يونس كان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح بالتالي إذا واحد قريب من الله مو دائما يعني بيكون عبوسا قمطريرا لا يعني يمازح الناس يضحك معهم غير أنه يفعل هذا بقدر الملح في الطعام وقال موسى بن المغيرة رأيت ابن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله فقيل له في هذه الساعة فقال إنها ساعة غفلة وكان ابن سيرين إذا ذكر الموت عنده يموت كل عضو منه على حدته يعني أنت تشاهده كأن الموت له خلق له لذلك إذا ذكر الموت عنده كأن كل عضو من أعضائه يموت خوفا من الله عز وجل وقال ابن سيرين رأيت جليسا لي في المنام فإذا ساقاه من ذهب فقلت ما صنع الله بك قال غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة وبدلني ساقين من ذهب أسرح بهما في الجنة قلت بماذا قال بعزل الأذى عن طريق المسلمين شاف رفق من رفقاته أنه فايت على الجنة ورجلين من ذهب قال أنه بنشو هذا رجلين من ذهب قال بعزل الأذى عن طريق المسلمين وقال هشام بن حسان ما رؤية محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع لها يعني يكلمها بصوت خافت كأنه متضرع وعن ابن عون أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها من أدبه مع أمه وبره مع أمه لذلك فليحذر أحدنا أن يرفع صوته في وجه أمه وقال هشام بن حسان كان محمد يتجر فإذا ارتاب في شيء تركه إذا شاف شغلة فيها شبهة فيها حرمة يتركها وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكانت له سبعة أوراد إذا فاته شيء من الليل قراءه بالنهر هلأ مشهور محمد بن سيرين بتفسير المنامات وتفسير مناماته مأخوذ من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعني فراسة أعطاها الله تعالى إياه قال رجل لابن سيرين رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت قال أنت تعزل عن امرأتك لأن الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فهو قال له رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت قال أنت تعزل عن امرأتك أو تعزل عن امرأتك وقال له آخر رأيت كأني أطير بين السماء والأرض قال أنت رجل تكثر المنا الأمان عندك كثير يطير بين السماء والأرض ورأى رجل في المنام كأن في حجره صبيا يصيح فقصها عليه فقال اتق الله ولا تضرب بالعود يبدو كان بدأ العود وكان ابن سيرين يقول حسن الخلق عون على الدين وقال ثلاثة ليس معها غربة حسن الأدب ومجانبة الأذى والكف عن الرياب ثلاثة ليس معها غربة حسن الأدب ومجانبة الأذى والكف عن الرياب وكان محمد ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ذلك لا تأخذ عن أي إنسان إلا من صح علمه واستقامت حياته وفق تقوى الله تعالى هذا حديث أيها الإخوة عن التابعي الجليل محمد بن سيرين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا